نروح لكرة القدم لا وقت للراحة ده شعار رفع مارسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي يمكن بعد انتهاء مباراة البلدية والحمد لله اللي كسبناها مبارح 3-0 كسبنا خمسة نقاس في خمسة واحد اتمقلنا الجهاز الفني على المحلة على كل اللاعبين وعلى حالتهم البدنية والفنية خلق الصفحة الدوري تم اغلاقها وسيتم من نظر الى مباراة يوم الجمعة القادم من اهم السعادات لمواجهة يانج أفريكنز ان شاء الله ان الكل الحقيقة بيركز هتقول لي عم اسلام ما احنا كده كده سعدنا صح؟ لا كلنا سننظر كيف نستطيع ان نفوز على يانج أفريكنز في المباراة القادمة دون النظر لأي شيء هو ده النادي الاهلي جهاز الفني عنده في هذه المباراة متطلبات عديدة اهمها الحفاظ على الصدارة انهاء دور المجموعات بفوز معناوي اعتقد انها ايضا هتبقى بروفا مهمة للمباراة القادمة للنادي الاهلي اماها طبعا مباراة نهائي كاس مصر اللي هتقام ان شاء الله يوم 8 مارس الجمعة اللي جاي ان شاء الله بعدها يعني مباراة قربت وكتير جدا 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 جهاز الفني حيعمل اعتبارات كثيرة خلال هذه الفترة علشان المباراة القادمة مش عايز اتكلم على مباراة الزمالك ولكن انا دايما هتكلم خلال النهاردة على مباراة يانجا افريكنز وكيفية ان احنا نقدر نفوز على هذا الفريق استمرارية الانتصارات اللي بيحققها الفريق على المستوى المحلي المستوى اللي ظهر به النادي الاهلي في مباراة بلدية المحلة الاهداف اللي جابها وسام الاهداف اللي جابها مودست الاهداف اللي جابها هاردة سليم المستوى اللي ظهر به ربي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومصطفى شبير وعلي معلول وهاني كل اللاعبين انا مش عايز اخص حد ولكن عندما تتكلم عن الشكل العام اللي ظهر به اللاعبين هتبقى سعيد جدا 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 بما يحققه النادي الاهلي الحقيقة في ظل هذه الظروف وفي ظل الضغطة القادمة من المباراة كل التوفيق لفريقنا بإذن الله في مباراة بكرة لانه عندنا مش مباراة يوم الجمعة فقط امام يانجا افريكانز ولكن الفترة اللي جاية فيها مباراة كثيرة جدا ومباراة صعبة